أجندات مختلفة وتحالفات متضادة تجمعها طاولة القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول الوضع السوري في العاصمة أنقرة رؤساء الدول الثلاث التركي رجل طيب أردغان ونظيراه الروسي فليدمير بوتن والإيراني حسن روحاني سيبحثون عددا من الملفات الشائكة والمؤثرة في الوضع السوري تشكيل اللجنة الدستورية والوضع الإنساني والعسكري في إدلب إضافة إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا على رأس هذه الملفات خبراء يرون أن القمة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا لكنهم في الوقت نفسه يبدون تشاؤما بأن تتوصل القمة إلى إنجازات ملموسة بسهولة المشكلة الرئيسية هي أن الجهات الفاعلة الثلاثة لها أهداف مختلفة بالنسبة لسوريا وبالنسبة لتركيا إنها مشكلة أمنية وطنية أما بالنسبة لروسيا فإنها جزء في استراتيجيتها العالمية بناء على هذه الخلفيات ليس من السهل التوصل إلى نتيجة في مدة قصيرة اللجنة الدستورية التي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا يرى خبراء أنها تمثل المدخل الأساسي لانتقال سياسي سلمي في البلاد لكن اختلاف مصالح الدول الضامنة يعرقل تشكيلها أعتقد أنهم سيحاولون إيجاد طريقة لكي تعمل لجنة دستورية بحيث يمكن أن يحدث انتقال سلمي في سوريا وهو أمر بالغ الأهمية للمنطقة وتركيا وبقية العالم الجيش التركي استبقى قمة أنقرة بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعه في إدلب ما يعزز اختلاف أجندات الأطراف الضامنة بشكل واضح وفق الخبراء ماهر نبواني العربية